العام الماضي كنا نعاني من أزمة كبيرة لعدم توفر الحنطة بسبب شح المياه والإجراءات المتخذة في الموسم التسويقي اللي عادتها وزارة الموارد المائية بعد المباشرة للحكومة الجديدة وجه دولة رئيس وزراء بالتوسع بالأراضي الزراعية ومساحة الأرض المزروعة وبالتالي كان العام من أكبر المواسم التسويقية نحن العام سوقنا 5 ملايين و 150 ألف طن وهذا ما يسد الحاجة وبخزين جيد من مادة الحنطة نحن نحتاج إلى البطاقة التنوينية 4 ملايين و 600 والموجود 35 ملايين زائداً استوردنا حنطة أجنبية بمقدار 1.150.000 وهذا الآن الخزين موجود فيه وخازننا في بغداد المحافرات وهو مؤشر على أن الأمن الغذائي جيد وغير مقلق اتجاه مادة الحنطة لتشكل رغيب خبز العراقيين طيب لو نتحدث عن السلة الغذائية حاجة العراق مؤمنة من مواد السلة الغذائية أيضاً لسيما ما باقى شهرين على شهر رمضان المبارك هل ستختلف السلة الغذائية خلال الشهرين المقبلين أم ستبقى على ما هي عليه الآن؟ حقيقة نحن منذ عام نحس استرخاء في وزارة التجارة مخازننا كانت أصبحت ملاعب ذكرات القدم الآن مخازننا مملوعة بالمواد الغذائية سواء للسلة أو لعوائل الرعاة الاجتماعية نحن نجهز مع مقدرة 49 مليون مواطن 42 مليون المواد الأساسية السبعة و7 ملايين مواطن يستلمون المواد الخمسة المضافة على السلة الغذائية الآن نحس بالأمان نتيجة توفر كميات كبيرة من المواد الغذائية الآن تكفي ستة أشهر قادمة وهذا لأول مرة يحدث بالعراق أن مخازن وزارة التجارة تحوي كميات كبيرة من المواد الغذائية بالجانب الآخر نحن عدينا خطة لشهر رمضان تضاف أربع مواد بقوليات وأخرى إلى مواد السلة الغذائية المواد ستنف في رمضان أكثر من عشر مواد هذا مؤشر جيد على أن الوضع ما هي المواد المضافة سيدا يعني القرار الآن صدر أربع مواد وهي مواد أعتقد تتعلق بالشعرية والمواد اللي يحتاجها المواطن في شهر رمضان فراح يكون مع كميات المواد الغذائية اللي يستطيعها المواطن أثناء رمضان أستطيع القول أنه اليوم وزارة التجارة في أحسن حالاتها من حيث توفر الخزين استراتيجي من حيث توفر الكميات بشكل جيد قد تحدث هفو هناك بسبب وكيل أو مركز توميني لكن المؤشر إيجابي جدا السيد رئيس الوزراء والسيد وزير التجارة يشرفون بشكل مباشر على الخزين كمياته نوعياته وفرق رقابية تدقق في كل محافظات العراق على النوعيات قبل تجهيز أي مواد الغذائية للمواطنين طيب يعني رغم غلاء الأسعار أو أسعار المواد الغذائية عالميا العراق بالتحديد استطاع أن ينجو من تضخم أسعار المواد الغذائية وفق البنك الدولي طبعا يعني أنتم كوزارة تجارة هل ترصدون أي محاولات للتلاعب بالأسعار في السوق المحلي؟ نحن حقيقة العراق بـ 22-23 البلد الوحيد الشعب المحس بأزمة المواد الغذائية جراء توجهات حكومية سواء في موضوع السلل الغذائية أو في موضوع القط الموازي اللي إحنا ندير أيضا أربعة مواد اللي هي الطحين واللحوم والدجاج والبيض نوزحها بأسعار الكلفة يعني المواطن يشترب بالمراكز التسويقة بـ 5000 طبقة البيض وما صعدت يعني ممكن نزلة 4.5 أو 4.4 بس ما اتجاوزت الـ 5000 طيب الآن الفكرة أن تلطلق وزارة التجارة لأسواق كبيرة جدا مو فقط المواد الغذائية تبدأ من الأبرة وصولها إلى كل المواد اللي يحتاج للمواطن الأسواق المركزية الأسواق المركزية رح تستطيع هايبرد في كل المحافظات العراقية يعني بدينا سبع بغداد أربعة أسواق مركزية زاد ثلاث مراكز تسويقية الأمل يعني نطلع أنه نفتح قبل رمضان الآن العمال تجري على مدار قبل رمضان فقط في بغداد اللي هي سبع مناشة سبع مناشة بقية المحافظات توجد مراكز تسويقية الآن احنا لا أريد نطلع بأرض وهذه الأرض بها بناية نوعية جيدة مثل الأسواق أو مثل الآن الموالات الموجودة خاصة بالمواد الغذائية والآن نبني يعني في مناطق متفرقة في العراق نبني وإن شاء الله نستكمل احنا نطبح قبل رمضان لا أعتقد الأعمال الجارية تكون منتصر رمضان بعد رمضان بس احنا المواد الموجودة الآن نجهزة سواء من خلال فرق نقالة نعم تنتقل بين المناطق أو من خلال المراكز التسويقية الموجودة في مراكز المدار هذا مؤشر يمنح المواطن الثقة بأنه المواد الغذائية متوفرة سواء كانت فيما يتعلق بالسلة أو فيما يتعلق بالخط الموازي اللي هو المواد المدعومة أربع مواد نحن الآن طموحنا أن كل المواد الغذائية والإنشائية وكل ما يحتاج المواطن ضمن سوق موحف سوق يوفر كل حاجات المواطن وبسعر الكلفة